اليوم خبر أوردناها قبل قليل بأن الإطار التنسيقي يتجه لاختيار رئيس وزراء حزبي تنفي أم تؤكد؟ لا طبعاً في هذا الخبر لأنه الإطار لحد الآن لم يختار أي اسم مرشح لرئاسة الوزراء نهائياً لم يتقدم من الإطار تصريح من قيادات الإطار بأي اسم لأحد المرشحين وهذا طبعاً التصريح يعني مو صحيح لأنه الإطار لم يقدم لحد الآن أي اسم لترشيح رئاسة الوزراء ولا يعترض على أن يكون هذا المرشح مستقل وتعرفون أنت مثل ما تفضلت حضرتك أنه السيد الكاظمي كان مستقل ولا يتبع على جهة حزبية وهو اللي طبعاً صوت للإطار التنسيقي نفسهم يعني كانوا نعم مو إطار كانوا غير تحالف الفتح أو تحالف بناء فصوتوا إليه فما عدى مشكلة أنه يكون المرشح هذا مستقل أو غير مستقل المهم تكون شخصيتها قوية وقادرة على أن يشكل حكومة قوية تعبر بالبلد إلى بر الأمان لأنه هناك اليوم مراقب صعب جداً وهو الشارع العراقي جمهور الشعب العراقي ليس فقط التيار الصدري هناك منظمات مجتمع مدني هناك عشائر هناك تجمعات عشائرية هناك شيوخ عشائر يعني يشعرون بالاضطهاد وربما بالامتعاد الامتعاد